رفاقه للمشهد مرة اخرى ده الراجل النهاردة محمد البردعي يا جماعة جايب موضوعات ومتكلم في كلمات لا يمكن الراجل ده كان نايم واخد تعسيله على مقاهي ذينا وانا فكرته خلاص راح الراجل طلع مع موسيق الانتخابات بدأ اسهال تغريدات اسهال بوشطات اسهال تقارير ايه اللي حصل مين اللي مين اللي قال له قوم تاني مين اللي صحة تاني صحي لانه القواعد والنهاية الترفية كله الاخلاء يومائز بعضهم لبعض عدو خلاص بيعرفوا بعض في وقت الازمة هذه الوجوه الكريهة التي اكرهها بحق هذه الوجوه القميئة التي اشمائز عندما اراها بيطلعوا بس وقت الازمة بيقتاتوا على ازمات الدولة المصرية تعالوا شوفوا بقى محاولة بقى استياضنا بقى محاولة ايه فاتل البندعي يا ابني كده سمحت اهو البندعي طالع بيتكلم بيقول في الصورة الكبيرة للاصلاح الاقتصادي طبعا الهدف للاصلاح الاقتصادي والمنظومات الاقتصادية بتقول والمفروض الدولة بس اهم حاجة عنده تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية هو حاط الدماغ اهله في الجيش هو عايز يضعي في الجيش عايز يكسر الجيش عايز الجيش يحطه في جملة مفيدة والقطاع الخاص والموضوع وغيره للدولة اهو تعويم الجين لمصر اللي كيتعود لسمرارة الاجنبية شوف امتى بيختار يلا يا جماعة لازم تعويم دلوقتي ويكلم السيسي ويكلم بتاعة سندونة الدولة وبتاعة سندونة يتكلم الرئيس ورئيس يقول له احنا الوضع صعب ولن اقوم بالتعويم لانه تدعياته عن ناس صعبة جدا لما نعمل منظومة حماية اجتماعية ونعمل كذا كذا الرئيس قال هذا الكلام فيه مؤتمر عام النهاردة البردع يبقلك تعويم الجنين اعرفوا يا مصريين اهو بقلك تعويم الجنين مين اللي عايز تعويم البردعي نفس كلام مين مدير سندونة الدولة شايفين التوافق شايفين التواصل شايفين القصة مش صدفة يا جماعة غير راب غير راب اهو ليس هناك ده بقى يتكلم على فلسطين بقى بيقول له ليس هناك شخص عاقل يمكن ان يقبل او يؤيد استعمال العنف باي شكل من الاشكال وخاصة ضد المدينة الكواسية لحل زاعة طبعا بيقول ان اللي حصل من الفلسطينيين ضد الإسرائيل العنف غير مقبول لان هو يا جماعة الراجل ده خلية انا معرفش تبع مين ده اللي عمل تقرير بده ضرب العراق النهاردة بيتكلم على العملية الفلسطينية على انها عون في ضد المدينين الإسرائيليين وغير مقبولة غير يا ابن اهو عندك محمد البردع ونجيب سورس الاتنين بيغن ورد على بعض نجيب بيقول له واحد حضرك مش شايف المشكلة خالص المشكلة مش اقتصادية خالص القعدة برا بعدتك عن نواقعنا يعني نجيب بينظر بقى ده راجل عميق جدا خلي بالك اوعى اوعى تقضى عميق جدا وافكار بقى وثوراجي بقى و11-2011 وشغل بقى اعلام على السياسة على احزاب على غيره على بيزنس على اراضي على موبينيل على قصص كبيرة جدا ده مين ده نجيب سورس فالنهاردة بيتكلم بينظر بيقول المشكلة مش اقتصادية المشكلة ربما تكون ابعد من ذلك بكتير بيتاري على واحد فرد عليه البرد يقول له شايفها كويس يا نجيب وفاهمها زي ما انت شايفها وفاهمها ويمكن من بره الصورة اوضح ده نشايف اكتر منك يا اخي ده نفاهم اكتر منك بالطبع في حالتنا ما فيش اصلاح اقتصادي من غير اصلاح سياسي تحياتي انا لاني يعني عندي فارط ادب والله عندي فارط ادب وفارط رباية وانا قليت على نفسي اتطاول بالالفاظ فانا مش ارد مش اعلق ادي حوار بين البرد وبين نجيب سورس ادي حوار يعني يعني تاني مش ادر اتكلم بس انا يعني لم اغزي لم اغزي مش ادر اتكلم الله